نجوم الدار في المختار نجوم الدار من التمثيل العصف والغناء ومشاريعه كتير بين السينما وتلفزيون وما بعرف من صار مشروعه المسرحي اللي كان مفروض يبصر النور بفترة قريبة راح نحكي اليوم بكتير قصص مع ضيفي الفنان كينان العشعوش أهلا وسهلا فيك وبعد زمان واشتقنا لك المسار خير أنا كتير اشتقت لك يا باسر اشتقت للمدينة ولكل اللي عم يسمعونا ورمضان كريم ونعاد عليكم إن شاء الله بالخير يا رب دائم نعاد عليك بالخير والصحة وتحقيق الأمنيات ومبروك الخطوبة الله يبارك بعمرك شكرا قد يصر لخاطب؟ يعني عمليا سنة سنة وشوي تقريبا ايه صرنا شي سنة وشوي قرار الخطبة بيجي نحنا هيك من ندخل بالأسئلة فورا لا بالعكس شو جايين دردش نحنا قرار الخطبة بيجي أوقات هيك بلحظة يعني فجأة بتلاقي الشركة فبتقول هيا هي شركة الحياة ولا بيكون في وقت للتفكير لا أكيد بتاخد وقت أكيد بتاخد وقت أنت بعلاقتك مع الآخر بتأسس لهي العلاقة من خلال المواقف اللي بمرو فيها مع بعض سوا وبالتالي أنتو الاثنين بتحطوا هيك أنا عم بحكي عنك عم بحكي عني عم بحكي عن أي اتنين أي اتنين بشكل عام يعني بس يصير في مجمل تقاطعات بيناتهم بصير في اتفاق على مجموعة أمور وتفاصيل هي المسألة هيكة العلاقة بيروح مشتركة بتصير روح وحدة يعني هون بيبدأ القرار بالتبلور يعني فالاثنين بيكفوا مع بعض وبيعيشوا يعني شو الشي اللي اختبرته وقلت أنه يعني عم تقل لي أنه فيه شغلات بتبين على التعامل شو الشي اللي اختبرته وقلت أنه بناء عليه يصلح أن تكون هذه الفتاة شركة المستقبل هلأ في مجموعة ظروف صعبة بتمر في مجموعة تراكمات بتمر عليك من ظروف ضغط الحياة لسترس الموجود دائما حتى نحن بظرف الأزمة اللي موجودة بالبلد اللي هو قابل للتعافي هلأ إن شاء الله مرينا بمجموعة ظروف مشتركة سوية وهي على الكل أنا وخطيبتي نور يعني كتير وقفت معي بجوانب خلال هاي الفترة كانت ظروف قاسية وصعبة بالنسبة لأيلي على صعيد العمل حتى هيك على يعني ببعض التفاصيل الخاصة يعني فكانت وقفة حدي ولا زالت لهي اللحظة هي بالنسبة لأيلي الداعم المحفز دائما باتخاذ القرارات حتى هي الداعم بحياتي اليومية بتفاصيل اليومية حدا بيزديك النصيحة دائما بيوقف حداك شو الشغلات يلي تشبهوا بعض كثير فيها؟ هلأ أول شي نحن موليد نفس اليوم يعني هاي للمعلومة أنا برجي العزراء موليد 8-9-83 هي كمان موليد 8-9 سين فهذا التقاطع بحد ذاته هو يعني حالة مشتركة كتير حلوة بيناتنا هلأ هي حدا كتير زكي كتير حدا مطوع كتير حدا رايق بالحياة منطقي واعي أنا كشخص بحب الوعي بحب الشخص الشريكي يكون هيك عنده من النضوج ما يكفي لأنه يدعمك ويساعدك ويكون محفز لألك مثل ما حكينا فهي الأمور يعني هي الجوارية الأشياء الجوارية أما التفاصيل الباقية فهي يعني محلولة شو الشغلات اللي ما بتشبهوا بعض فيها؟ هلأ في تفاصيل العلاقة يعني هيك تفاصيل يومية العلاقة بالأكل والشرب أكل هي بتحبها أنا أكلها ما بحبها هلأ عملك هاي التفاصيل البسيطة اللي بتمرو بس ما في شيء أساسي ما بتشبهوا بعض ربما حدا عصبي كتير حدا هادي كتير لا نحنا نحنا متفقين ومن أول ما تعرفنا على بعض أنه دائما في الموضوعية هي الأولوية بحياتنا اليومية الموضوعية منخضع كل الأمور للنقاش وللمنطق المنطق هو الحاكم بهي العلاقة بالإضافة للاحترام المتبادل بالإضافة للمحبة يعني منتخانة أكيد مثل أي تنين منتخانة ميمي صالح تاني لما بتتخانقه بتصير الأمور يعني هي بتصالحني أنا بصالحة يعني هيك بتصير التفاصيل أطول مرة زعلتم بعض أديك أنا يمكن ساعات ساعات مؤكتر من هيك منحاول ما ننام الليل ونحنا زعلانين بما أنه حكيت عن الأكل إنه ممكن أكلة أنت تحب أكل هي ما تحبها مثلا خلينا نعمل لك اختبار العلاقة بالأكل كيفك مع الأكل عموما أوه حب الأكل كتير خلينا نسمع إيشا بعدك يلا اختبار المختار بدأ التوقيت إذا حياتك أكلة شو بتكون إذا حياتي أكلة فتوش هيك شي منوع ألوان أكتر شي باكل لما بكون مرتاح هالأكلة بعرف أطبخها كتير منيح أندومي أندومي لا طباق أول مرة طبخت بالحياة عملت أه والله يعني بيطمقلي خليني يقول لما بدي يدلل حالي أو حدا يدللني بيطبخ لي كريب بروح للحلو كريب شوكولات طب إذا بدي إيه دي خطيبتي أكلة هي بتحبها بتكون كمان شوكولات كمان شوكولات الوسط الفني لو كان أكلة شو كان بيكون أوه الوسط الفني أكلة مجدرة رغم أنه مجدرة طيبة يعني مجدرة هيدا كانت أسأل أنت وخلصها بقلبة التوبيد مفاجئ بس الإختبار مجدرة ظريفة لمجدرة طيبة لمجدرة طيبة أنه في ناس مثلا بتحب الأكل الفيو دسم أكتر أو هيك بس أنه ظريفة تماما قلتلي الوسط الفني مجدرة الوسط الفني هل أدنى أشاه؟ هلأ صار هيك هلأ عم يروح بهذا الاتجاه يعني للأسف هلأ كلنا شايفين على ما يبدو يعني وهي حقيقة واقعة يعني وأكيد طبعا في ظروف كتير تلعب دور العلاقة بالحرب اللي نحنا عم نعيشها والأزمة اللي نحنا عم نعيشها يعني هاي المهنة من وجهة نظري صارت هيك مهنة مستباحة صاروا يتعاملوا معها باستسهال رومنو هاي المهنة تحديدا مهنة الدراما بشكل عام بحاجة لدراسة موضوعية بحاجة لورق نبني عليه يعني ورق يكون صح نبني عليه الدخلاء كتروا بهذا الوسط أصحاب الاختصاص مو بمكانهم صحيح ما عريفك لكلمة الدخلاء بتكون كنا؟ الدخلاء هنن الأشخاص اللي أخدوا مساحة أو بياخدوا مساحة هنن ليسوا أهل هاي المساحة بإنن يقدموها أو يدعموها أو يكونوا فيها مين اللي بيسمح بدخولهم؟ أه للأسف هي خلطة هيك خلطة صارت هالأهي الفترة يعني صارت هيك عشوائية كلنا قلنا دور فيها وكلنا قلنا سبب بهذا اللي عم بيصير للأسف قلتلك الظرف الأساسي هو ظرف الأزمة اللي نحن عم عيشها ربما شركات الإنتاج وأصحاب القرار هنن لهم مسؤولية كتير كبيرة بهذا الموضوع قلتلك المهنة يعني هي من أجمل المهن في العالم أنت عم تحاكي الفن يعني الفن بحد ذاته يعني الدراما هي صناعة فن والفن هو حالة حسية حالة حسية واعية زكية مقرونة بشروط أنت لازم تعمل كاستنج صح لأي عمل أنت لازم يكون عندك مقومات هذا العمل اللي علاقة بالمادة والضخ الانتاجي لازم يكون عندك كاستنج صح اختيارك لممثلينك حتى للورق اللي موجود الورق كمادة أولى أساسية بأي عملية درامية يعني عم حس أنه كتير عم بيصير فيه استسهل ما عاد له أهمية كتير مثل أبداً أبداً نحن أهمنا فقط عم بيروح بالاتجاه المادي للأسف وهذا شيء وحتى هي عم نفشل فيها وحتى هي عم نفشل فيها يعني حتى هي عم نفشل فيها يعني حتى لما حاولنا نستسهل بموضوع الورق على أمل أنه بيجيب يعني خلينا نعمل شيء خفيف كتير لينباع أكتر حتى هي ما عاد زلت بالضبط يعني بره بيشتغلوا ببساطة وهلأ صار اليوتيوب متاح لأي حدا ومواقع التواصل اجتماعي السوشيال ميديا بشكل عام يعني هلأ بره بتلاقي اتنين صوروا كاميرت موبايل عملوا مادة معينة بفكرة كتير خلاقة وزكية نحن ينقصنا الفكر وينقصنا بالإضافة الجانب التقنية المقاومات التقنية لأي عمل واللي بيدعمه بالمقابل أو كحالة متعدية هي الجانب المادي اللي هو ما نمتوفر عنا كما يجب يعني الاستسهال عم بيقودنا لأنه نسقط بهفوات وبمتاهات يعني كتير صعبية ففي محاولات ما فينا ننكر أنه في محاولات موجودة بالوسط الفني عم بتحاول تنعش هاي الدراما ولكن هي كتير محدودة وكتير مقيدة وكتير بسيطة ورغم هيك عم تعاني كتير صعوبات يعني منقول إن شاء الله هيك نتعافى نوعا ما يعني إن شاء الله هيك يكون في صحوة صحوة وأصحاب القرار يساعدونا بأنهم يحطوا شروط على هاي المهنة لأنه هاي المهنة هي عم بتصدرنا يعني بالنهاية للعالم العربي وللعالم بشكل عام فالسنة مشاركاتك الدرامية أغلبها ما نعرضت للأسف يعني هلأ بالأداد عم نحضر فمعظم المسلسلات اللي أنت كنت مفروض تكون موجود فيها بهذا الموسم ما نعرضت تماما خلينا نقول ما بعرف إذا فينا نطلع على شي نقول إنه الجانب المليان من الكاس معظم الأعمال اللي عم تنعرض حاليا ما عم يعني أعمال قليلة الناس عم تحكي عنا كتير قليلة إنه أعمال جيدة بتقول منيح اللي ما نعرضت لحتى ما تنحط ضمن هال المجموعة كلها وينقال إنه السنة الموسم ما كان منيح وبالتالي ممكن تاخد حقه بعد رمضان ويبين إنه فيه أعمال كانت مهمة هلأ أنا بشكل عام وجهة نظري من البداية إنه نحن أعمالنا تقيدت أو تنمطت بالسباق الرمضاني أو الموسم الرمضاني لدينا هذا الشهر ما نحط فيه كل أعمالنا ومشتغل كل السنة على أساس هذا الشهر أنا مو مع هاي الفكرة مو مع وجهة نظري ومصر طلعوا من هذا الموضوع تماما كلهم كلهم راحوا به لا زال برمضان بيكون فيه الحصة الأكبر بس كمان عم نشوف أعمال كتير أهمة عم تنعرض خارج رمضان تماما ايه فأنا مع أنه نبتعد عن هاي الحالة يعني نخرج من هذا السياق يعني أو من هاي وجهة أو طريقة التفكير أو آلية التفكير بما يخص عرض الأعمال حلو العمل ياخد حقه طبعا إذا كان العمل مهم هو بيفرض وجوده قولا واحدا إن كان برمضان أو خارج نطاق رمضان العمل الجيد بيفرض وجوده بيفرض بصمته رغما عن أي شرط عرضي هلأ بالنسبة للأعمال اللي أنا اشتغلت أنا اشتغلت عملين السنة أو ثلاثة أعمال فين يقول كعب عالي كعب عالي للأسف توقف تصويره بنعم صور بين لبنان وصوريا وهلأ توقف تصويره في عبد المنعم أيضا عبد المنعم عماري أكيد طبعا موجه له تحية في هواجس عابرة إخراج مهند قطيش كمان سلم عليه كثير لمهند يساعد مساك يساعد مساك كمان في عمل كمان صورته اسمه شو القصة اخراج أستاذ علي ديوب كمان للأسف ما نعرض برمضان لشروط تسويقية معينة ربما للشركة يعني تتحفظ عليها الشركة أكيد بعد رمضان رح ينعرضوا هدول الأعمال وبتاخد حق أكتر يعني فأنا مع وجهة النظر بأنه العمل الجيد بيفرض نفسه وبالإضافة حتى لو بعد رمضان بس كمان نفس الوقت إذا بتسأل اليوم أي ممثل بيقول لك أنا زماني موجود برمضان يعني أنا غبت عن الخارطة لأنه اليوم صار رمضان مقياس للانتشار والنجومية والسوشال ميديا وللكلام بمين الأفضل ومين الأقل جودة وهالقصص كلها يعني كمان رمضان حتى بالنسبة للموثل صار معيار ربما هاي وجهة النظر نحنا فرضناها على الناس المفروض نحنا كمهنين أو فنانين أو كفنين وممثلين وشركات إنتاج نحنا فرضنا هذا الموضوع على الناس مع أنه الناس صارت هلأ غالبية العالم عم تسمع بعمل حلو من خلال رفيقة أو صديق صديقي مثلا حضر مسلسل معين بس أنا هذا العمل دغري سمعت عنه أنه حلو بفتح يوتيوب بشوفه يعني بالنهاية هي المسألة ما أنا منوطة فقط بهذا الشهر بعدين عجئت المسلسلات وكثرة الأعمال برمضان عم بتشتت المشاهد وعم يضيع المشاهد لا حلو هيك الرواة أني شوف عمل هيك بهدوء تابعه أعطيه مساحة خصص له من الوقت أني شوف هذا العمل بدقة وبروية وبالتالي أنا بحصل على النتيجة المرجوة منه أو الرسالة المرجوة منه أكثر ما أني شوف دمفه مع عمالته دمم مجموعة كبيرة أنا لما بحضر مسلسل إن كان مسلسل غربي أو مسلسل عربي بحضره أو فيلم مثلا بحضره لحاله بده مساحة من الوقت مع بعض العرض حتى لحتي هيك أصفون فيه شو صار بهذا العمل طبعا إذا كان هذا العمل عنده قيمة نخبوي وفي قيمة فنية وليس أي كلام كينان أنت من لما تخرجت من المعهد العالي فتحت أمامك مجالات حلوة ويمكن بهذاك الوقت كان في جيل دم جديد عم يدخل عالدراما وقدر يدخل وقدر يعمل اسم مهم وحتى يعني أسماء اللي اتعاملت معه بأول سنتين ثلاثة من دخولك للوسط الفني كانت أسماء كتير كبيرة صح يعني أنت ما بلشت بالأسماء العادية أنا كان أول عمل لقلي مع الأستاذي شام شربجي الأستاذ الكبير محفظ الألقاب العمل هو رياح الخماسين وما بعدها رحت باتجاه الخبز الحرام مع الأستاذ دامر إصحاب اشتغلت مع الليس حجو كمان مع حفظ الألقاب أرواح عارية أرواح عارية وما بعدها ضبه الشناتي مع الأستاذ نجدة أنزور أيام الدراسة كان هو اللي حقق جماهيرية عالية بين الناس يعني هدول مجموعة الأعمال بعد التخرج بالنسبة لطالب خريج جديد يحصل على هذا الكم كبير وعم يشتغل مع هاي الأسماء الكبيرة أكيد يعني شي حلوك بس ليش منحس أنه كينان بتلك المرحلة كان أهم من كينان اليوم تمثيلياً وحضور يعني كحضور الدرامي شو السبب؟ لأنه برجع بإلك الخيارات الموجودة حالياً للأسف برجع بإلك هاي المعلومة اللي حكيناها يوماً ما أنا وياك يمكن على الهوى كمان بنفس البرنامج من سنتين أنه نحنا للأسف موسيارين لسنا مخيارين ربما بعد مضي فترة من الزمن ممكن نصير أصحاب قرار يعني ممكن ندخل بهي اللعبة ولكن هلأ نحنا ما عم ندخل بهي اللعبة يعني نحنا نتلقى بس نحنا فقط عم نتلقى وبالتالي أنت أمام أنك ترفض أو أمام أنك تقبل أن رفضت أنت أعدت وبالنهاية هاي المهنة نحنا عم نعتاش منها يعني ما نكذب على بعض يعني هاي المهنة عم نعتاش منها وبالتالي أنا إذا ما حصلت على الشرط المناسب بالتالي أنا ما قدمت نفسي صح ولكن رغم ذلك الشروط أو العروض المقدمة لألي طبعاً بتدرسها بشكله صحيح بحاول أني قدم أبها وأجمل صورة بأدائي لهي الشخصية رغم المساحة البسيطة ويمكن صار فيه يعني هلأ كم هائل من الأعمال اللي عم بتصير عم تنشغل بطريقة عم بيصير فيها استسهال متل ما حكينا يعني وهذا الاستسهال عم يودينا لكوارث يعني كينان الشباب اللي بعمرك يعني أو زملائك بالقريبين من عمرك بالوسط الفني يوماً ما كانوا اللي بعمرك كانوا نجوم يعني عندما كان باس الخياط وقوسي خولي ومكسيم خليل ويعني أسمع كتير هلأ ما أنا متذكرهم كلهم بعمرك أو بعمر جيلكم كانوا هن النجوم كانوا عم يتقدموا بأهم أعمال كانوا عم يأخذوا البطولات كانوا كانوا شو السبب أنه من عمرك من جيلك ما في نجوم اليوم شرطهم أول شي غير شرطنا البنية التحتية اللي كانت متوفرة لقلهم ما أنا متوفرة لقلنا حالياً يعني هلأ صار فيه كم من المنافسة هائلة على صعيد المحطات زادت شركات الإنتاج زادت نسبة الأعمال الدرامية فموضوع النجومية ارتبطت بالجماهيرية عند الناس أنه أنا نحنا كنا يعني ونحنا بفترة عمرنا يمكن بالـ 18-20 سنة كان في محطتين بسوريا أو محطة وما كان في فضائيات بتعرض عمل هذا العمل بيشوفوه كل الناس هلأ لا هلأ صار في عندك المتلقي صار أمامكم هائل من الخيارات ومن المحطات والفضائيات والأعمال وكثرة الأعمال وصار فيه عندك مصري صار فيه عندك لبناني صار فيه عندك أردني مع ذلك حتى ولو اليوم بمصر عم ينعمل أعمال بيكون بطلة الأول نجم من الشباب لأنهم عم يشتغلوا بطريقة صح غير ما نحنا عم نشتغل للأسف أنا بقلك أنا يعني متحفز على شرط العمل عندنا بالبلد هنين بيشتغلوا بطريقة أكاديمية بيشتغلوا بطريقة احترافية عندهم الورق له قيمة انطلاقة من هذا الورق هنين عندهم كاستينغ صح عندهم ضخ انتاجي صح عندهم فرص اجتهاد لهذا العمل ايه هذا بيقدم وعندهم فرص تماما ايه في عندهم يعني قيمة معنوية غير المادية عندهم قيمة معنوية لشخص بيأدي دور بطريقة صح فيه إضاءة عليه وهون دور الإعلام حتى نحنا إعلامنا مقصر بهذا الموضوع مقصر جدا هو صار إعلامنا عم يستطيف أو عم يضوي على الشخص الغير مناسب بالمكان الغير مناسب عرفت شو؟ ما عنا ثقافة الاختصاص نحنا فاقدين لثقافة الاختصاص بالمطلق فهذا التعدي قلتلك عم بيوصلنا لهي النتيجة اللي نحنا عم نروح فيها للدراما صارت الناس هلأ أنا عم شوف محيتي وأشخاصي وأصدقائي وأهلي حتى يعني وكافة الشرائح كل الناس اللي عم بتشوف عم تقول لك شو عم بيصير شو عم ليش هيك عم يعملوا ليش عم يضحكوا علينا شو هذا النص اللي عم يقدم لي اياه شو مستوى الأداء التمثيلي اللي عم يقدمه هو صار يقارن لأنه صار متاح بين إيدي عم بيشوف هو خيارات كثيرة يوتيوب عم بيشوف أعمال برة صار يشوف إنتاجات برة صار عم بيشوف المصري والأردني طبعا عم يقلك ليش أنت عم تستخبيني عزرا لهي الكلمة ليش أنت عم تستخبيني أنت كصانع للدراما ليش عم بتقدم لي هاي المادة اللي هي غير مكتملة ما في عنا اكتمال بشيء يعني دائما الفينيشينغ عنا منقوص منقوص دائما يعني لا على صعيد الميوزيك ولا على صعيد الصورة ولا صعيد الجانب التقني قلتلك التجارب طبعا ما في ننكر تجارب قليلة وجدا وجودة بالوسط هي عم بتصب بالهيك الجانب الإيجابي وما تبقى يعني الغالبية يعني كنسبة كتير سيئ أنا هي وجهة نظري ووجهة نظر كتير عالم هاللي عم يسمعونا أنه للدراما صار فيها استسهال صار فيها شيء منقوص صار فيها حالة رتيبة ومكررة خلينا معناتها نقول بدال مجدرة صار فينا نقول الدراما بتشبه شو المعجوقة مثلا يعني المعجوقة خلي مع أنه والله هدول الأكلات طيبين يعني بالنهاية هي مع ذلك ما رح نيقاس رح نظل متفائل وانا كشخص بطبعي متفائل يعني مقلوبة 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 رأس هلع من جوه العالم دنيا صيام خلينا ناخد فاصل ونرجع نختبره اختبار نفسي لكينان ونتعرف أكتر عليه المختار مع باس المحرز لسه بنا نسمع موسيقى وكينان بالموسيقى له جوه الخاص وترتيبه الخاص لساتك يعني موازب عم بتغني عم تعزف هلأ بالأعداد هيك الخاصة مع رفقاتنا كذا هلأ عم محضر لشي هيك بسيط يعني آخر غلية غنيتك كانت حنة؟ ايه كانت مع سفر ايه حاليا عم بشتغل مشروعي خاص عم حضر هيك لشي خاص ومن إنتاجي الخاص يعني آآ وممكن يكون هيك في شي له علاقة بالسوشيل ميديا يعني خلال موضوع الغناء ناطرينو طيب سمعني حنة شوي لأنه أنا كثير للأغنية لا ممكن سمعك شي تاني لأنه هي بده مقام مختلف وبده آله معك طيب سمعني شي تاني بعدين نسمعها حنة معناتها من عندي يا رب مأمون يا فاجري لما طل أملوان بلون الفل يا فاجري لما طل أملوان بلون الفل صحي عيون الناس محبوبي قابل الكل محبوبي قابل الكل شكرا هل هاو مهي ومزين تنكش حنة على اليدين هل هاو مهي ومزين تنكش حنة على اليدين ونكشل حق نقابل لطول دكو دكو ولي دكو دكو موسيقى عنا العطب بريحتها ليل وعرب ونجمسها عنا العطب بريحتها ليل وعرب ونجمس خيالة بالقرب نجود وسعى الصحرى المال أحدود المال أحدود عم نسمعك إننا حنا سفر باند بتعرف التعرف نفسك صح؟ يعني أنت من الأشخاص اللي بتوصف بتعرف صفاتك تماما هل نقول الداخلية؟ ربما ما أكيد أي حدا بيعرف حاله ميح ولازم يعرف حاله ميح يعني أي شخص فينا لازم يقيم حاله هو وين؟ هاي من مبدأ النقد الزاتي يعني أنت تسأل حالك أنت وين؟ أنت لوين رايح؟ كيف لازم تكون؟ ومن حيث الطباع تعرف حالك تمام؟ أكيد نوعا ما، هلأ في أشياء يمكن أنا ما بشوفها، يبدو الآخر بيشوفها، بس يعني أنا هيك حدا مستوى صراحة عندي، والوضوح وتقبل نقد الآخر متاح يعني قديش عندك بتحب تعرف بكرة، شي مرة سألت عن المستقبل، شي مرة بتهتم، تعرف شو بدو يصير معك؟ أعرف إنه يصير معي، لا، بس أنا بدني لأنه يصير معي هذا الشيء، أنا شخص عندي هيك خطط للأمام، يعني أكيد بيشتغل ببطء وأحيانا بيكسل بسبب كتير ظروف، ولكن مع ذلك في عندي هيك خط رايح باتجاهه، بدرس هيك المكان اللي أنا فيه، بحاول قيم بناء على الشروط المتاحة والعروض الموجودة يعني أكيد طب خلينا نعمل لك اختبار ما له علاقة بالأسئلة العامة، له علاقة بشخصك، ونتعرف عليك أكتر راح نسألك مجموعة أسئلة، وكل سؤال له أكتر من احتمال، بس كل احتمال له دلالة، فنقل احتمال اللي فعلا بتحسه بناصبك يلا، يارب اختبار المختار، بدأ التوقيت أمتى بتحس إنك بأفضل حالاتك؟ الصبح، بعض الظهر أو بالليل؟ ليلا عادة وقتا بتمشي، بتمشي بسرعة وبخطوات طويلة، ولا بتمشي بخطوات أصيرة، بتمشي وجك للعادة، عالم، ولا بتوطي راسك على الأرض، ولا بتمشي على مهلك بهدوء وببطء، كيف تمشي؟ مشية سريعة، ووجهي دائما للأمام تمام، جيم يعني لما بتحكي مع الناس، بتسكر إيديك، يعني تمسك إيديك هيك، أو بتتكتف، أو ممكن تحط إيدك على خسرك، أو على جبينك، ممكن تلمس الشخص، أو يعني تمفعل، أنتو عم تحكي فتلمس الشخص اللي أمامك، ولا بتحرك كثير إيديك أنتو عم تتحكي؟ هلأ ميال لأني بحرك إيديك، بس أكيد ما بالموس الآخرين، بتحرك إيديك، بحرك إيديك، يعني ايه تمام، لما بتكون مسترخي عموماً، رجليك بتمدن، بتحطن واحدة فوق واحدة، لما هي بتقعد تسترخي، كيف تقعد؟ هلأ أكتر من، بس بتخيل إنه ايه تمدرج لي، تمدرج لي، ايه تمام، لما بتسمع شي مسلي، مضحك، ضحكتك عالية ورنانة، يعني تطاقه، ولا بتضحك بهدوء، ولا ضحكتك خجولة؟ لا، أضحكت خجولة، 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 ايه، بالحفلات، بالمناسبات، شخص لما بيدخل بتحب الناس سلتفت لك وتشوفك، ولا شخص خجول ممكن يفوت على المكان ويدور على أي حدا بيعرفه، ولا يروح لعنده، ولا بتحب ما حدا ينتبه، لا، بكون حريص على فكرة إني الفوت نظر، أكيد، بتحب العالم تنتبه لك، طبعا، طبعا، إذا كنت عم تعمل شي ومركز كتير وحدا قاطعك، كيف تتصرف؟ يعني هل تتصرف مع المقاطع أنه أخدت بريك ولا تغضب؟ لا، بحاول إني اسمع الآخر نوعا ما، وبرجع بقدم مداخلتي بأسلوب آخر، أو بشكل آخر، تمام، لونك المفضل؟ لوني المفضل، والله يحب الأسود والأبيض بالعمومية، أسود أو أبيض، أسود أو أبيض، لما بتروح لتنام، وقبل ما تنام، عموما قبل ما تخفين، كيف تكون الحالة اللي أنت متمدد فيها، استعدادة للنوم هل بتتمدد على ظهرك؟ على كتفي، على جنب اليمين دائما، وممكن الموبايل بيجي، على جنبك، على جنب اليمين، أي، أكتر شي حلم بيتكرر معك، شو بيكون، إلو علاقة مثلا بالسقوط، إلو علاقة بقتال، إلو علاقة بـ بسباحة، أو أحلامك حلوة، يعني حسب؟ هلأ أنا من الأشخاص اللي ما بتذكر كتير أحلامي، بس في أشياء هيك ببداية النوم هيك بتراودني العلاقة بأماكن مفتوحة، هيك مكان طلق مفتوح يعني، يعني مساحات، فضاء، فضاء، مساحات، تماما يعني، تمام، هاي العلاقة بالأحلام السعيدة عموما يعني بيكون في راحة نفسية، هلأ راح نشوف هيدول كانوا الأسئلة، أوكي، والنتيجة إيه ما تمنا حصل عليها؟ بعض الحلقة، يلا بعد، لا أعوز على، لا نصع على النتيجة، يلا وصلت على النتيجة، هلأ شوف؟ عموما جمعت 48 نقطة لأنه كل جواب كان له علامة، و 48 نقطة سأقل لك شو بيعني؟ سأقل لك إن الآخرين كي بيشوفوك أول شيء، الآخرين بيشوفوا إنك شخص حيوي مفعن بالنشاط، حديثك ممتع، وبتجزب الآخرين لما بتكون عم تحكي الناس بتحب تسمع كلامك، أنت شخص بالحياة عملي، وبنفس الوقت دايما عندك شي جديد، يعني ما في روتين بالحياة عندك، مثير للانتباه، دايما ملفت للآخرين بنتبهولك، ولكن من نفس الوقت أنت متزين ومنك شو أوف، يعني ما بتعمل أشياء لمجرد الضبط، عموما شخص لطيف، دمث، بتراعي مشاعر الآخرين جدا، كلامك مانو جارح، متسامح، الحقد مقلو مكان عندك، لما بتكون موجود بتحب يكون المزاج عالي والضحكة موجودة، والناس تكون مبسوطة عم تضحك، وما بتحب يكون الجو كئيب. إن شاء الله تكون خطيبتي عم تسمع، كتير حلو هذا. هو هيك طلع، عموما كتير بتقاطع معك، يعني أنا هيك بشوف حالي، بالنهاية أنا حدا بكره الرتابة، بكره الروتين، بحاول دائما قدم أشياء جديدة على صعيد المهني، حتى على صعيد اللي أنا بحب المفاجآت، حدا كتير بحب يفاجئ الآخرين يعني. بحب الوضوح، حدا حقيقي قوله يعني، يعني في صراحة بتعطي مع الآخرين دائما. هاي أنا يعني كيف أنت شايفني هيك أنا. بهالبساطة يعني؟ بهالبساطة تماما يعني كتير بكره فكرة الإفتعال، أو أوفر، أو أني طلع عن المألوف، أو أني لا، بس مع ذلك هاي أنا بحب أني يلفط نظر، طبيعي أي حدا فينا بحب يكون له شأن مهم بالحياة، ولكن شأن وتعلق بمقاومات مو عالفاضي، مو عالفاضي، مقاومات صحيحة أنت بتشتغل عليها وبتطورها وبتشتهد على حالك، فهذا عمل طبيعي. كيف علاقتك مع زملائك في الوسط أو أقرانك في الوسط الفني؟ هل عندك صداقات أم غالبا صداقتك العلاقة بـ اختصاصات تانية؟ والله صداق، في عندي صداقات بالوسط الفني بسيطة بس أليلة كتير، يعني هي أكثر صداقاتي خارج نطاق الوسط، وعموما أنا صداقاتي كتير أليلة، محدودة، محدودة جدا، هلأ أنا صديقي الوحيد بعتبره هي، يعني أول أول يعني، هو خطيبتي حاليا، نحن أصدقائك نتيم مع بعض دائما، منفكر سواء محضر أفلام، سواء، شو شيء اللي ممكن تحكيه لصديقه، لكن لا يمكن تحكيه لخطيبتك، مستحيل، ما في، بالعكس، على العكس تماما، صديقتي، خطيبتي هي صديقتي وحبيبتي، وهي كل شيء، فبالتالي أنا، مقتار التواصل بيني وبينها عالي جدا، كل مكنوناتي الداخلية، ومكنوناتها مع بعض، تماما، في فرق عمر بينك وبينها شوي، هو إيجابي بس، لا، نحن في بيناتنا يمكن تسع سنين، بس سعى، تسع سنين، بس هذا الفارق أنا بعتبره إيجابي، لأنه هي تنتمي لجيل، يعني، هذا الفرق أنا بعتبره ممكن يطور من العلاقة، ويعمل فيها حيوية، ممكن يكون خلاق لمفاجآت كثير، فمرتاح لهذا الموضوع، مرتاح لهذا الفرق، الفرق إيجابي، مين بيقرب لعند الثاني أكثر من حيث العمر؟ أنا، انت بتقرب لعمر أكثر، طبعا، شو بيعني لك العمر كينان، يعني أنت من الأشخاص اللي بتحسب حساب التقدم في العمر، أو أنه في شيء ما عم بالحق سوي؟ لا 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 لا، أبدا، كل مرحلة عمرية لها حقها، ولها مساحتها يعني، فأنت بتقدم مساحتك، بناءً على مرحلتك العمرية، وهذا الموضوع متعلق بداخلك من جوا، أنت مكنوناتك، وإحساسك، وظروفها، شو هي المرحلة العمرية الأجملة اللي مرت فيها؟ أنا كل مرحلة عم بتكون بنسبة لي، هلأ أنا ما عم بحكي مثاليات، بس كل مرحلة هلأ عم، هلأ مرحلتي اللي أنا فيها أنا كتير مبسوط فيها، في أحلامة أني أنا أكون موجود مع شخص بحبه، والأشخاص اللي حولي بتحبني، كمان بمرحلة من الفترات بالبكالوريا، رغم الضغط، كمان كنت مبسوط ومستمتع، يعني كل مرحلة أنا بنسبة لي إلى، هيك خصوصيتها وإلى جماليتها، هنسألك عن القرارات هلأ باختبار سريع، عموماً قراراتك حاسمة، ولممكن تتردد لتاخد قرار، وهل إذا أخدت قرار بترجع عنه؟ هلأ بتردد بالقرار، بأخد وقت كتير بالتفكير فيه، بس لما بتخذ قرار خلص، لا رجعته فيه، طيب، بدي الإجابات تكون واضحة، يعني، المناسبة اللي أخد فيها هي قرار أو غير ذلك، اختبار العلاقة بالقرارات، اختبار المختار، بدأ التوقيت، أول قرار أخدته بحياتي بشكل مفرد، بعيداً عن أي تأثير؟ دخولي للمعهد العالية في المسرحية، عموماً بستشير بقراراتي، حالياً خطيبتي، قراري الأسوأ كان؟ بخياري لبعض الأعمال، بعض الأعمال، ايه اللي اشتغلت فيه، لو بإيدي أخد قرار هلأ ممكن يغير كل شي بحياتي، شو بيكون؟ أو فيني ما أخد القرار لأنه أنا مبسوط وراضي تماماً؟ ما يعلى كفت أني أنا حالياً مبسوط بخياراتي، القراري اللي غيّر حياتي كلها؟ خطبتي، الخطبة، خطبتي طبعاً، القراري اللي تمنيت لو أني استشرت حدا فيه قبل ما أخده؟ القرار؟ اللي تمنيت لو أني استشرت حدا فيه قبل ما أخده؟ scheduled to calculate ourselves هو مفاجئ هاته السوبيات manos الضعها أتمنت لو أني استشرت قبل ما أخده تمنيت لو أني استشرت فأخده يعني بجوز泛 كان قرار غير موفق فقلت يا ريتني، سألت قبل ما أخده؟ أوه ربما كمان يخص شيء إلو علاقه بالمهنة بالمهنة؟ والمهنة ايه؟ أي استعمال مى هاية هاي كانت الأسئله عموماً الممثل لما بصير عنده him كمَ من الأعمال كينان بعد فترة من الزمن يعني هلأ ما فيك تقول يا ريت هم ما نشغلوا هنن بيكونوا بمرحلة معينة وكانت هاي الشروط الموجودة وهذا المناخ السائد اللي كان موجود بهذه المرحلة فأنا لا يعني ما بندم على شي اشتغلته هلأ في بعض التفاصيل بندم اني يا ريت لو كان خياري أكثر أكثر دقة وأكثر حذرا يعني بس بالنهاية ما فيني اندم على شي اشتغلته خلص الشي اللي اشتغلته اشتغلته بالنهاية وبنظر لهي المرحلة بحب يعني معادلة الأجور كيف تعملت معه بصعوبة بصعوبة جدا وخصوصي هاي المرحلة يعني في صعوبة بفكرة الأجور لأنه شوف الأزمة وانعكاسات الأزمة هي انعكست على كل المهن ومهنة الدراما هي يعني مؤسسة الدراما بشكل عام هي احدى المؤسسات الموجودة بالبلد واللي اتأثرت بالأزمة فعم نعاني منا بصعوبة ومع ذلك عم حاول حقق هاي المعادلة بين القيمة الفنية والقيمة المادية بأنهم يتوازنوا عم بتعاني لتوصلها يعني عم بصير في هاي الكلمة المطاحشة لتحصل على حقك المادي مو موضوع مطاحشة بقدر ما هو موضوع ارضاء لذاتي أنا بدي ارضي ذاتي يعني بيكمل عمل المتاح للي أنا بدي اشتغل مثلا هذا الدور مساحته كذا فأنا يعني هذا بده بزل جهد بده اجتهاد بده وقت بده بده تحضير فهذا التحضير عم حس انه عم نكون وانا عم بحكي باسم الكل عم نكون مغبونين او في ظلم يعني ومع ذلك نحن عم نحاول يعني قدر المستطاع انه نتجاوز او نقفز عن هذا الموضوع كان في مشروع مسرحي كينان؟ كان في مشروع مسرحي لا زال الحماس قائم ولكن انت بتصطدم دائما بظروف كمان العلاقة بموضوع الحرب والازمة اللي موجودين فيها شرط العمل غير مناسب يعني بما يخص المسرح المناخ غير متوفر رغم انه شفنا بعض الاعمال هالسنة والسنة الماضية يعني كأنه بلشت شوي الامور بشجال مسرح ينتبهوله يعني بلشت تنتعش وهذا الموضوع لتلك منوط بمنهم اصحاب القرار حول فكرة المسرح منوط كمان بنحنا كيف عم نتناول هذا الموضوع موضوع المسرح كمان اي شي ما فينا نتناوله بهذا الاستسهال ما حابب اني قدم شي يكون بس انت كان مسرحك مسرحيتك كانت يعني حطنعرض على شوي كانت مجهز كل الامور نوعا ما نوعا ما بس استضمنا بمجموعة ظروف حتى الشرط المادي يعني ما بيخدم كمان اني انا قدم مادة ضمن امكانيات بسيطة غير مدعومة انتاجيا وفنيا فهذا مصح يعني شرط العمل غير صحيح لذلك انا بسعى دائما للشرط الافضل لما بيتوفر هذا الشرط اكيد رح اقتحم وبيقوة موضوع المسرح حضرت مباراة مباراة لا والله لا والله انا شخص يمكن بينتقدوني لبعض وصير في مشاكل انه ليش ما بتتابعه بس انا فعلا ما بتابعي ما بتابعي ممكن كأس العالم تابعه كل اربع سنين مرة بس ما نضوع الطابع بعيد عنه بس بحترم اراء الاخرين شيله على ابي ميلك الموسيقي اكثر يعني ممكن يكون الموسيقى اهيان يعني الموفيز افلام بشكل عام بتابع افلام بحب ان يحضر دائما شو اخر فيلم احضرته اخر فيلم احضرته كان انسبشن لليوناردو ديكابريو كروسوفر نولن ايه هذا الفيلم جميل جدا وفيه هيك يعني فيه مستويات كتير مهمة فيه ابعاد مهمة بيخليك تفتح تمك وتنتهش يعني شو عم يعملو شو عم بيصير وين نحنا بتصير دائما بتقارن هذا الشعور كتير بصراحة صعب صعب انه نحنا ليش ما ليش ما منكون هيك ليش ما منفكر بيه اه ليش ما مكون خلاقين ليش ما مكون اه مجنين ليش ما مكون خارجين على المأنور اهو الفن يعني بحاجة اللي بحاجة لانك تكون حدا مجنون بس مجنون بشكل موضوع وفقا لمدارس وفقا لشي مدروس وفقا لكادر كامل لكاست كامل كله بدي يكون معك الحالة الجماعية حالة الحالة الفنية حالة جمعية يعني حالة العلاقة بدي يكون فيها فريق كامل بدي يكون في تيم فريق يعني بالنهاية انت لحالك ما فيك تعمل شيء اه غنائيا غنائيا المشروع قائم مثل ما حكينا عم حضر هيكة لسنجل صغير يعني يمكن لا يتجاوز دايتين ونص اه وبشكل بسيط يعني ما عم بروح باتجاه المبالغة بدي يشتغل مع بيانو وغيتار هيكة آلتين صولو مع صولو الصوت فقط يعني هيكة ضمن مادة حسية حلوة بتعبر رح كون ناطرين اه وناطرين مسلسلاتك لمن عرضت برمضان بس كنت عم تخبرني كمان عم ندخل على الهوة انو كمان في شيء اه في شيء عم في شيء رح يتحضر هلا انا عم صور حاليا عمل اسمه جسر البيت اخراج خلدون مرعي عمل بيئة شامية اه كان المفروض ينعرض برمضان مال حقنا اه لأسباب هيكة فنية يمكن ونشغل بعض فهلا احنا عم نصوره ان شاء الله جمع نخلص وبعد رمضان فايتين بعمل اه يعني هيكة ضخم بتحفز عليه لانو اه يعني بس انا عرفت التفاصيل عرفتين كي خارج الهوة ان شاء الله الناس رح تعرفه قريبا ان شاء الله الناس رح تعرفه قريبا ومختلف وفيه اسمع تجربة كمان بسيطة تلفزيونية رح تكون مع الاستاذ وليد العاقل بالسويدة رح يتم بالتصوير ان شاء الله هيكة تكون كمان هيكة لطيفة وحلوة يعني ملنا على التوفيل اه بدك تختملنا باغنية طبعا كمان اه ما قطع صغير يعني ما عزبناك اليوم كتير مقطع صغير اه ونرمشي مدى النوم هو عيونه تشبع نوم نوم روح يا نوم من عن حبيبي روح روح يا نوم شكرا سلام صوتك هنا شرفتني اليوم كان هيكة لقاء سريع وظريف وفعلا اشتقنا لك شاء الله بنشوفك دايما بالمكان اللي تتمنى لنفسك ومبارك لك عزباش قريبا تسلم تسلم يا باسل وانا بعتز فيك وبفخر اني بي اه اني معك وعلى هو المدينة وشكرا لكل اللي عم يسمعونا ان شاء الله نكون خفاف الظل ورمضان كريم على الكل وكل عام وانتو بألف خير يا رب الله يسألك هلا هلا غدا في المختار نستضيف في ارض ديار وزير السياحة المهندس بيش رياززي رحكم معنا في الستوديو فكونوا على الموعد في حلقة جديدة واكيد نرجع ملاقيكم فإذا مبكرة الساعة ثلاثة بعض الظهر تحية فريق العمل كاملا والمخرج مؤمون حداد وانا باسل محرز الله معكم بسكون الليل عم اكتب لك غني بسكون الليل ضاعوا الكلمات بسكون الليل رح جب لك عادتين جمعتن ضاعوا الحبات عم دور أحب رجديد تقوصف لك عينيكي عم اكتب خزي وبعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي موسيقى موسيقى وقلمي يهرف لبعيد ويقلي ضلك عيد لهاك الحلوي اللي بعيد بتلاقي أحلى كلمات بسكون الليل بسكون الليل بسكون الليل بسكون الليل الليل لو كان بالحكي لعب سطور اغزي المراكب ورق وحور وارجع على وحدي أحبس الكلمات ضمن على صدري موسيقى 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 موسيقى